أهلا بكم في كلمة لزعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر أكد خلالها أن ما يجري في العراق اليوم ليس صراعا على السلطة مؤكدا أنه لم يقرر خوض الانتخابات المقبلة في العراق ومشيرا إلى أن التصرفات الكيدية أعاقت التيار رغم نيله الأغلبية البرلمانية هذا وقد لوح مقتدى الصدر باتهام لرئيس الوزراء العراقية السابق نور المالكي دون تسميته لمحاولة قتله وفق التسريبات الأخيرة كما أكد زعيم التيار الصدري أنه لن يقبل بإراقة الدماء مشيرا إلى أنه لا فائدة من الحوار طالما أن الشعب العراقي قال كلمته في الانتخابات داعينا الشعب إلى عملية الإصلاح مؤكدا أن هذا لن يأتي إلا بالتضحية ومن أبرز ما قاله الزعيم صدر أن الثورة في العراق بدأت صدرية على حد وصفه داعينا الثور والمعتصمين البقاء حتى تحقيق المطالب كما قال إنه ليس طالبا للسلطة إنما يريد الإصلاح مؤكدا هنا أنه بدأ الإصلاح من داخل التيار الصدري وأخيرا اتهم القضاء العراقي ضمنا بتبريئة المتورطين في قضايا فساد معلنا رفضه لدعوات الحوار في العراق